تضميداً لجراح المصابين ولو بالقدر اليسير انضمت تانيا حسن طبيبة العناية المركزة إلى التواقم الطبية في مستشفى شهداء الأقصى حيث أذهلها منظر تراصل أطفال الجرحة في الممرات على مدار الساعة مشاهد ألم ومعاناة أمام عجز التواقم الطبية المحلية وشح إمكانياتها وصفتها تانيا بالكارثة إنه أمر كارثي هناك الكثير من الإسابات لقد تجاوزت قدرة هذا المستشفى والنظام الرعاية الصحية انهار بأكمله منذ أشهر الأوب أو سؤال تغذية متفاشية وصحة الناس في تدهور عام مأساة إنسانية بعد نحو نصف عام من الحرب على غزة تتكشف أمام تانيا حسن والفريق الطبي الدولي الزائري الذي عاين إبادة ممنهجة لفلسطيني القطاع مكتملة الأركان أهمها افتقار المستشفيات إلى أبسط الخدمات المنقذة للحياة فضلا عن تجويع المرضى والمصابين وحرمانهم من الغذاء والدواء في ظل غياب تام للمساعدات الإغاثية والطبية إنهم يكافحون لأنهم مرهقون لقد نفدت منهم الموارد التي يحتاجونها ويتم منع وصول هذه الموارد إليهم لقد عملنا معهم على واترة لمدة خمسة أيام لا أستطيع أن أتخيل كيف عمل الفريق الطبي الموجود هنا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بدون موارد خدمات صحية تتأرجح بين عمل جزئي لاثني عشر مستشفى وخروج تام عن الخدمة للباقي بسبب نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمة الطبية مراكز صحية تعمل تحت وابل القصف والمداهمات وسط طوفان المرضى والمصابين في ظل إمدادات محدودة وكوادر طبية منهكة المرضى موجودين في الكرادورات نحن لا ندور في غرف للمرضى كلهم موجودين في الكرادورات إما على فرشة على الأرض أو إحرام على الأرض أو على السرير ما فيه إلى مقومات أساسية فهم صرحة بعانوا جدا أطباء أجانب وقفوا على حجم المأساة الإنسانية في غزة لفترة محدودة أقروا خلالها أن لا مكان آمن في القطاع إذ تحول إلى جحيم على وجه الأرض في ظل ملاحقة فلسطيني غزة بالنار والتجويع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر